للمزيد مشاهدين الكرام حول معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسختي الأولى ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة زميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري محمود بعد التحية أيام قليلة تفصيلنا عن انطلاق النسخة الأولى من هذا المؤتمر الدولي للطيران والفضاء في نسختي الأولى ما الجديد وما الأجواء لديك وإضافة هذا المؤتمر جدي مصطفى برحب بك من مدينة العالمين الجديدة وبرحب باستاذ المشاهدين وربما العروض الجوية المبهرة اليوم التي قدمتها القوات الجوية المصرية هي كانت عن الاستعدادات والبداية بالطبع لانطلاق هذا المعرض الدولي للطيران والفضاء الذي سيقام في مطار العالمين الدولي يوم الثالث من سبتمبر المقبل ربما العروض التي تم تقديمها اليوم وأبهرت الجميع تدل على مدى الرسوم الجميلة التي رسمها أبطال القوات الجوية في سماء مدينة العالمين الجديدة بالطائرات من الطرازات المختلفة والحياة كان فيه متابعة كبيرة جدا من الجمهور وزوار مدينة العالمين لهذه العروض التي تشير إلى انطلاق قوية جدا لهذا المعرض الذي سيشارك فيه أكثر من مئة دولة بالإضافة إلى أنه أكثر من ثلاثمائة شركة متخصصة في صناعة الطيران والفضاء أيضا سيشاركون في هذا المعرض الدولي الذي يعقد لأول مرة في مصر ويعد هو الحدث الأكبر والفريد من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا سيكون نقلة نوعية في المجال النقل الجوي كبيرة جدا بين مصر وبين الدول المشاركة في هذا المعرض وسيقدمون أيضا أثناء فترة المعرض من الثالث وحتى الخامس من سبتمبر بعض أيضا العروض الجوية المختلفة من طرازات الطائرات المختلفة وبالتأكيد ستكون عروض مبهرة كما رأينا هذه العروض اليوم واللوحات الفنية التي رسمت في سماء مدينة العالمين الجديدة والحقيقة النهاردة كان في حالة فخر واعتزاز بأبطالنا في القوات الجوية ومدى الكفاءة العالية للأبطال طبعا والإنجازات التي يعني يحققونها سواء في الميدان أو حتى في العروض التي تكون في السماء في مدينة العالمين الجديدة اليوم كانت هذه العروض الجوية التي يعني لاقت استحسان كبير من الزائرين المتواجدين في منطقة النورث سكوير في مدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى أنه كان هناك أيضا بعض العروض المائية لكن إذا تحدثنا عن المعرض الذي سيقام في المدينة العالمين الجديدة فبالتأكيد سيكون هناك مشاركة كبيرة وتعاون كبير بين مصر والدول المشاركة وهو نقل نوعية في مجال الطيران والفضاء وأيضا نقل الخبرات المختلفة سواء الخبرات الثقيلة والخبرات الكبيرة لدى مصر في هذا المجال والتعاون الكبير والموجود بين مزارة الطيران المدني والقوات الجوية المصرية وأيضا الشركات التي ستكون موجودة ومدينة العالمين الجديدة الحقيقة أصبحت وجهة سياحية وأصبحت وجهة عالمية لاستضافة العديد من الأحداث سواء كنا نتحدث عن بعض الفعاليات والأحداث الرياضية التي كانت موجودة أو حتى هذه الحداث والحدث الكبير الخاص بمعرض مصر للطيران والفضاء الدولي فهذا حدث كبير سيكون به عدد كبير من الدول فإذا أصبحت مدينة العالمين الجديدة قادرة على استضافة العديد من الأحداث استضافة العديد من الوفود الدولية المختلفة التي تشارك في عدد كبير من الأحداث والتي تروج أيضا لمدينة العالمين الجديدة وتضع مدينة العالمين على خريطة المدن السياحية الكبيرة وبالتأكيد هذا المعرض سنرى في بعض الاستعراضات الجوية المهمة بعض التعاون المختلف والمشترك ما بين مصر والدول المشاركة فبالتأكيد ستكون انطلاقة مختلفة وانطلاقة قوية لأنه لأول مرة يكون موجود في مصر وحدث فريد من نوعي في الشرق الأوسط وإفريقيا بالأضافة بالطبع إلى حالة الانبساط اللي كانت موجودة النهاردة بين الجمهور وبين زوار مدينة العالمين فيما يتعلق بالعروض الجوية اللي قدمها نصور القوات الجوية في سماء مدينة العالمين الجديدة بالطبع محمود سنتابع في توقيت عرض هذا المؤتمر ما يدور على أرض العالمين الجديدة خاصة أن هذا الملتقى والمؤتمر ينطلق في نسختي الأولى تزامنا مع النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة نستطيع معك لحظة بلحظة محمود كل الشكر والتقدير لك وأرجو أن يستمتع الجميع بهذا شكرا لك محمود